السلام عليكم معاكم اخوكم عمار اليوم اجاب لكم فيديو جديد بس بيكون قصير شوية نوعا ما عن بغ يسمو EDC بغ فهذا EDC بغ ايش يسوي يخلي المعالج يشتغل يعني اسرع بس بانه رح يدخل فولت اكثر بس قبل لا نبدأ بالفيديو الرجاء الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة ويلا نبدأ وحبيت اضيف البغ هذا لازم يكون عندك تبريد جدا ممتاز ولازم تعرف اتجارس اتسوي فبشرح لكم ايش اللي انا اتجارس اتسوي ف يلا نبدأ طيب شباب اهم شي قبل لا تسوي هذا المود لازم لازم يكون عندك تبريد مرة تمام ولازم تعرف الفولتج اللي وانت عادي وانت مستخدم جهازك بشكل طبيعي على بدون اي اضافات في البايوس تعرف كم الفولتج عندك يعني مثلا بوريكم الحين المثال مثلا ام افتح سنبنش R20 اوكي واجيب هاردوير انفو اوكي للعلم انا اردي الحين مفعل البق هذا فبوريكم ايش المفروض تشوفه في هذا الحالة يعني اذا ما كنت مفعل اوكي فتضغط على السي بيو هذا يسوي لك رندر اوكي يعني يخلي المعالج تحت ضغط فا اول شي تسوي تعمل ريست هنا وتشوف هنا الفولتج 1.376 على الفي كور وتشوف على السي بيو كور فولتج اللي هو اس في 12 الاس في 12 معروف انه يكون خصوصا لمعالجات رايزن يكون جدا قريب من الفولتج اللي طالع من الماذر بورد عندك اوكي وطبعا رح تشوف هنا عندك في سرعة المعالج عندك على الكورز اوكي فالسرعة عندي الحين حاليا على 4.37 4.35 من عرفت انه تقريبا 1.36 الى 1.35 عندي الفولت هذا الحين يعني حاليا الحين لانه البرنامج ووقف ما في اي حاجة تشوف الفولتج يتخبص يعني ما جالس على شي واحد اوكي فخليني اعيد مرة ثانية الرن هذا اوكي فنفس ما خبرتكم نركز على سرعة المعالج سرعة النوايا او الكورز اللي موجودين عندنا ونشوف على الفولتج الفي كور ونشوف على السبي كور فولتج sV12 TFN اوكي فهنا انا عرفت انه الشي هذا شغال لانه لما ارجع كل شي طبيعي المعالج عندي رح يرفع لي 4.25 تقريبا فالحين انا حصلت 100 ميجا هرت زيادة في الشغل اللي يطلب كل المعالج قوة كل المعالج بس في مثلا اذا تلعب العاب الالعاب معروفة اكثر شي تاخذ single core performance فالحين بشغل ال single core على فكرة عشان انك تفتح ال single core هذا رح تجي فوق في الفايل ورح تدخل على advanced benchmark تعمل عليه الصح ورح يطلع لك ال cpu single core المهم بشغل ال single core وبسوي reset للهاردوير انفو اوكي يلا بدأ 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 اوكي سويت reset فالحين مثل ما تشوف ان هنا الفولت عندي 1.448 اوكي والاااااااااااااااااااااااااااااااااااعوالي هو ال sv12 عندي على 1.425 ايوه على هذا الحدود يعني فانا اللي سويته ايش اني عرفت الفولتج حل المعالج اللي عندي عرفت وين حده عن طريق سينيبنش على فكرة اللي انا سويته ايش خليت كل شي طبيعي في البايوس جيت على الدسكتوب فتحت سينيبنش فتحت هاردوير انفو على جنب وعلى سينجل كور جلست اشوف الفولتج عندي تحت الضغط على سينجل كور وعرفت بالضبط كم ونفس الشي سويته للمولتي كور اللي هو السي بيو اللي اول واحد سوينا اللي كان فيه كثير اشياء المهم مثل ما تشوفوا هنا 4.5 4.525 4.25 يعني على 4.5 جيجا هيرتز بعضهم على 4.55 و2 على 4.575 فهنا بس اهم شي انه تعرف الفولتج عندك وكذا خلصنا نحنا الحين هذا اللي وريتكم هذا اللي هو بالبغ اللي انا سويته وهذا البغ تقريبا معروف بس انا اللي سويت فيه انه حاولت اني ارجع الفولتج مع البغ هذا على اساس انه يكون كأنك تستخدم جهازك طبيعي بدون اي شي فاللي الحين اسوي رح اتخل للبيوس ورح اخذ كم سكرينشوت ورح اوريكم بالضبط ايش سويت وبوريكم المقارنة بين هذا البغ اللي الحين وبوريكم اللي بدون البغ طيب طيب والحين نعمل ريست مثل ما تشوفوا 4.2 4.25 و الى اخرة اهم شي نشوف الفولت الفيكور عندنا 1.368 والفيكور اللي هو SV12 1.33 1.35 متقلب يعني شي كذا اوكي فهذا تقريبا نفس الفولتج اللي انا حطيته مع البغ هذاك اللي سويته اوكي اوكي فمن يخلص هذا بعمل السنجل كور رن على السي بيو بس ما بخلي يكمل كثير لانه عارف يعني شفت الفرق انا بين الاثنين بس يلا خلي هذا يخلص ونشوف بس مثل ما خبرتكم شباب ما انصح تسوي هذا الشي اذا التبريد عندك ما تمام لا تسوي هذا الشي لانه رح يرفع الحرارة عندك وثاني حاجة يمكن رح يعمل خراب للمعالج اللي عندك فانا بنفسي سويت هذا الشي وعارف ايش المشاكل وويش المضار حاله بس حبيت اجرب يعني وقلت اوريكم الاشياء اللي اكتشفتها بعده المهم رح استخدم الـ CPU Single Core الحين ورح اعمل Reset من يبدأ الرندر هنا ايوه سويت Reset و مثل ما تشوفوا متقلب يعني 4.42 4.4 4.45 وركزوا على 1.448 يقول 1.45 هذا يعتبر وعندنا في الـ CPU Core Voltage اللي هو الـ SV12 اللي هو هذا 1.43 الى 1.45 واقل واحد يعني اقل شيء كان عندنا 1.425 اوكي فهنا يعني وضحت المعلومة ايش جالس يصير ونفس ما حذرت انه هذا الشيء انا سويته يعني ما انصح احد يسويه اذا ما عنده تبريد تمام واللي ما يعرف ايش المخاطر المخاطر انك رح فيه احتمال انك تقدر تعدم الـ CPU عندك يعني تقدر تقتل الـ CPU بهذا الحركة بس اللي انا سويته انه نزلت الـ Voltage لنفس لما يكون المعالج على Stoke Settings فما عرف يعني حذرت فيلا وبر بوريكم الـ Settings اللي انا سويته على اساس اني اشغل الـ EDC Bug اوكي الصورة الاولى اللي هو نفس ما شايفين كله عادي بس بندخل في Advanced P Configuration ولما ندخل هنا راح احط اول خيار اللي هو Precision Boost Overdrive احطه Advanced PBO Limits احطه Manual PPT و TDC Limit احطهم Auto الـ EDC Limit مثل ما يسموه هذا البغ هذا يسمى EDC Bug فهذا البغ لازم تنقص الـ EDC لتحت عشرة يعني عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة الى واحد يشتغل عندك بس تحط في بالك انه لازم تحط الـ Precision Boost Overdrive Scaler Count تحطه Manual وتغير الـ Precision Boost Overdrive Scaler الى ضرب عشرة وتغير الـ Max CPU Boost Clock Override من Auto لازم تغيره الى 200 300 400 اي شيء كده فلازم تجرب على المعالج اللي عندك على اساس تعرف بنجي على الفولتجز اوكي انا اللي سويته هنا نزلت يعني طلعت من هذاك وجيت تحت للـ CPU Core حطيته على Offset Mode والـ Offset Mode ماركر حطيته على السالب والـ CPU Offset حطيته على 0.0375 فولت يعني رح ينقص الفولت تحت الضغط وما عليكم من هذا الارقام لانه هذا الارقام مختصح على كسر سرعة الرام وعلى فكرة اذا ما شفت الفيديو حق الرام اللي خضيته جديد بحط الرابط هنا الدائرة هذيك الصغيرة بحطها هنا ولا هنا مدري واحد من هالمكانين المهم وهنا للـ CPU features حطيت كل شيء Auto نفس ما هو ما غيرت فيه اي حاجة في الـ Digi All Power هنا انا ايش سويت في شيء يسمو Load Line Calibration Control هذا كلمة يعتمد من Motherboard لمotherboard بس انا اللي سويته فهنا انه لما المعالج يكون تحت الضغط الفولت رح ينزل تحت يعني يكون فيه مثل بدل ما يكون الفولتج كذا سيدة مستقيم رح يكون ما رح يكون سيدة رح يكون تحت الفولتج فهذا يسمو V-Drop فهذا الشيء جدا يساعد يعني خاصة لهذا البغ لازم يكون عندك V-Drop على اساس ان الفولتج ما يكون عالي فهمت كيف؟ المهم رح اتركم الحين مع المقطع اللي صورته وانا كنت العب معه او بدون EDC بقى صورت الاثنين وبوريكم الاثنين هذا يجب أن يكون هناك نسان يجب أن تحصل اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة